صباح الفل على كل عزقنا مشاهدين وكل حبيبنا في كل مكان وكل متابعينا اللي على طول بيبقوا مستنيننا من اعتذر طبعاً أنا كنتش معي كل حلقة اللي فاتت بس الظروف صحية غصب عني ودكتور علاء طبعاً طلع قدم الحلقة وبيسمعه إن شاء الله كانت حلقة يعني مميزة وضوفنا كان نفسي والله هتعرف عليكم بس لأسف ما قدرتش لأني ما قدرتش فعلاً أجي طبعاً أنا باشتقلكه وانتعرفين أنا دايماً باشتقلكه فالأول نرحب الدكتور علاء ونقوله صباح خير يا دكتور علاء صباح خير أسف زولاء والحمد لله على السلام عزق اللي كنت سايب فراغ جامد والله الحلقة والله العظيم أنتو حشتوني وحشتوني طح فيه هنا تكيب فادي لا لا بس النهاردة يعني لا الحال فاقي كانت ساعة والله الحمد لله على سلامتك والله ربنا يعلم أنا يعني اللي بيعزت علي مجيش دي بيبقى للشديد القوي والحمد لله ربنا على سلامتك والله يكريمك نعزين بس ننصح السادة المشاهدين حاجة بنسبة الدور اللي كان عندك بصوا يا جماعة معلش هنهاخد قلب بما أن الدكتور علاء قرف اللي عندي يعني لا لا أولا تغيير الفصول دايماً دايماً تغيير الفصول بتزيد فيه نزلات البرد والتهابات الأزم والناس اللي عندهم حسية ولكن هو الحل بحاجة واحدة بس الوقاية خيروا من العلاج يعني إحنا ما نوصلش لمرحلة العية لا إحنا لازم يبقى عندنا حتة الوقاية طب أقولك المفاكة أنا ما كانش عند بداية أنا روحت على النهاية فجأة يعني الدكتورة كلهم لأنا بتابع معهم أنت بقيت فجأة في المرحلة الأخيرة واني نغز تيك 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 اللي أنت شايفه ده حتى التليفونات اتمنيت عني فجأة لا ألف سلام عليك حريك بالمناسبة هو برضو لو تلاحظوا الفتر اللي فاتت في آخر عشر سنين هتلاقي دايما التحبات الأذن زادت بس ده عشان خطر ده لأن احنا عندنا برضو أبيوز في استخدام المويل طب نصيحة من الدكتور علاء الأبيوز بتاع استخدام المويل اللي هو السوق استخدام المويل ممكن تلاقي ناس وبعدين الباكات وكلام ده ممكن تلاقي ناس بتتكلم مع بضيها بالساعات في الموضع يتفع وموبايل ده عبارة عن ماجنيتك فيلد بيأثر طبعاً على الودان شفتوا برضو وجود الدكتور علاء معنا فرق كتير في أن احنا بتكلم بشكل العالم يا طبي دقيق لا والله فالوقاية قيرو من لك دايما أنا صاحب من رأسة الوقاية ومناسبة الوقاية يعني حاجات بسيطة يعني ما فاش واحد مثلا يروح واخد شاور مية سخنة ويطعير لتغارات هوا ده كلم مش مزبوط فاش واحد يبقى عنده الأكل بتاعه ومناسبة الأكل والنمهم من جداً حتى في الوقاية عشان كده دايما أنا متبن الفترة دي حاجة اسمها مسلس العلاج مسلس العلاج ده عبارة عن ثلاث حاجات حلو عبارة عن رياضة لازم نمارس رياضة ولازم ناكل أكل والأكل بتاعنا يعتمد على الكيف وليس الكام الفيتامينز عالي والحاجات الأساسية الخضروات مهمة جداً تالت حاجة يجي العلاج أو الدواء دي تالت حاجة بمناسبة أو نعمل شكب على الأل يعني كل فترة مثلا كل ست شهور أو الكلام ده يبقى احنا محطين قاعدة كده ودائما نقولها الأعزاء المشاهدين حتى لو أنت مش تعبين زي ما حاجة بتقولها لقاية خير من العلاج فأنا على أل أعمل شكب على كل بس أنت برضو في حاجة غلط عملتها اسمحيني بصحي لما لو أحد يبقى تعبان ما يستعجلش لما يروح للطبيب المعالج ما يستعجلش النتائج فإيه اللي حاجة عملت إيه بقى حاجة رحت للدكتور واحد كشف عليك الدكي علاجة 45 سيان ما خفتيش رحت رحل دكتور اتنين دكتور اتنين راجع عم مش عارف إيه يعني حد التغيير الدكاترة ده مش صح عشان كده برضو أنا بنصح السادة المشاهدين نرجع التاني للطبيب العيلة إن كل واحد فينا يبقى عنده دكتور في التخصص بتاعه ما يغيروش عندك دكتور دكتور أنفو لما تتعب دكتور أنفو إذن تروح له لما دكتور بطنة تروح له دكتور قلبي تروح له مسبت الدكاترة توعك لأنهم معهم التاريخ المرضي بتاعك ده بمناسبة بيفرق يعني معنى آخر نستفق دي بقى من اللي حصل لك يعني هايك النهاردة تعبتي وروحت الدكتور والدكتور عالجك أي حاجة تخص الأنفو إذن تروح له هو بقى ما تغيريش تاني لأنه بقى عارف اللي حالة تاريخ المرضي بتاعك ودي نصيحة تانية نوع للسادة المشاهدين ونسبة جماعة النهاردة الأستاذة ولاء كل مرة بشتكي إنه على المصطوبة من غير حاجة وطبعا اللي يفرق معانا إن إحنا مقمسطين في عادتنا وعلى المصطوبة زي ما بيقولوا كده وننم من أمة العيلة ومعنا ضيوب حلوين وطبعا مش هنتكلم فيهم إلا ما نتكلم في حاجة شدتني شوية اليومين اللي فاتوا في السوشال ميديا وكان فيها حوار كبير وعايز أخد رأيك بقى فيه لا يتفضل وناخد أعزائي المشاهدين ولو عند أي حد استفسارها وحتى مدخلات على الهوى ياريت ناس مع رأقه في عندي حدسة تانية يا سيادر حدسة؟ مش حد إحنا بنسميها كده حوادث اللي هي اللي بيبقى عليها إيه دايما معوقف ولا حوادث؟ بنسميها إحنا كده مش حدسة معوقف بس بنسميها حدسة اللي أنا بيعمل تشك اللي بيحصل لك تشك كده في الماضي أول واحدة بنوتا أعتقد نامل إسكندرية بنوتا صغيرة كانت في مدرسة والمدرسة دي هي بنتة على أد حالها وفي مدرسة وتشجرت مع طفلة أخرى خد بالك أدوتا عليها طفلة أخرى أدها طفل نفس اللوص بتاعها أو الفصل بتاعها يعني المهم البنت دي حصلت المشدة دي وحصل خناء ما بين الطفلتين جوه المدرسة تاني يوم الصبح في الطبور البنت اللي ضربوا بعض جت واحدة من ضمن البنات مامتها والية الأمر جاي معاها مسكت الطفلة التانية اللي بنتها تخنقت معاها وضربتها لا يعني ما عليش سؤال عشان بس نفهم في طفلتين طفلة ضربت طفلة الاتنين ضربوا بعض الاتنين ضربوا بعض الاتنين ضربوا بعض خناءة وحصل ما بينهم مشدة والاتنين ضربوا بعض واحدة منهم تاني يوم في الطبور الصباح جابت مامتها فمسكت الطفلة التانية اللي ما كلمتش أصلا ما جابتش حد يعني عادت اللي الاتنين ضربوا بعض أطفال والبنت اللي جايبها مامتها يعني أمها تعدت أولية الأمر تعدت طفلة بالضرب وسعادتها مديرة المدرس لا 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 ثانيا واحدة بس ده أنا كنت لسه أغ��تها جو كل ده جون المدرسة في طبور الصباح جون المدرسة والمديرة سعادتها في حاجة تانية هتكمليها في الموضوع ده في الموضوع ده أنا بس في الموضوع ده لأن الموضوع حصل بعد المشدة أو البهدال اللي الكلبهدلوها للطفلة التانية اللي ما كانش معيها حد طلعت بنت بواب غالبان والموضوع مش بنت بواب الموضوع ان التعدي ده الاصر عليها نفسيا ففضلت كبت على روحها جدا لدرجة انها بعد الموقف ده راحت البيت وهي من كتر الكبت حصل عارف الانفجار تفتكب الانفجار ايه يا دكتور عليك حصل لها الشلال كله يا سيدة العرب يا جلطة دي فما بقيتش تتكلم بقيتش بغصبة عنها نقلوها المستشفى طبعا ده كله صدمة نفسية باباها راح اللي هو الغلبان باباها راح المدرسة فبيقول لهم طب انا حق بنتي فين قالوا له ده قضاء القدر احنا منا عيش بغا احنا بناخد رأيه احنا بناخد رأيه اعزائي المشاهدين يا جماعة بالمناسبة احنا فتحين الحوار بص انا كنت بتفرج من اسبوع فات على مسلسل دمان ابل حكمة وحصل في موقف زي قبل كده اللي هي صابرين وكان معها بنتي تالي وخدت الجوشة بتاعتها وقصة كده بس انا دايما طرف واحد بس خاصة لما يبقى الكلام مش ماشي مع المنطق يعني لازم نسمع الطرف التاني ايه وجهة نظره تمام انا بكلمت على قصة حدثت مع السوشال ميديا بيكلمه في البنت السوشال ميديا بيكلمه على انا مكلمة عن موقف نفسه انا عقليا مش متقبله يعني درجة كنت سألتك في الاول هو البنت تضرب الجولة من دراسة على برا المدرسة فجئتيني ان مديرة المدرسة سعدتها الكلام ده مش ماشي مع العقل افترض انه ماشي لا ماشي اه طف افترض زلك يحصل ايه يحصل ايه في ايه تفتكر يحصل ايه صح ايه لا الصح مدرتة المدرسة حاجة دي تحاسب صح مش يتحاسب شكرا انتقعد في البيت خلاص تلبس بقى الجلبية في البيت احصل لها والبنت التانية تفصل من المدرسة يعني اتخذ قرارية طب البنت التانية على اساس انها زنبها وليت او مامتها اللي ضربت تقصد اه طبعا اه ده انا من وجهة نظر انا لو احنا تأكدنا فعلا ان ده حصل يبقى هنعمل حاجتين المديرة المدرسة اللي لها متشكرين قوي يعليكي لحد كده وطبعا برضو مش هتطلع متشكرين يعني تطلع بحاجة ما عرفش الجزء بتاعهم والبنت التانية تشكر ما ديش المدرسة هي تحاسب قانونة اعتقد ان ده بس نتأكد الاول لان في حاجات كده الواحد طبعا احنا منحكي القصة بدون ذكر اسماء لان انا ببقى الان جدا ان انا اقول اي اسماء او اي مدرسة بتحصلها اما بحبش اتكلم في المواضيع احنا بتتكلم في الفضايح على فكرة اما احنا يعني كلامنا وحوارنا دايما مع زن وش دايحنا منتضحش محبش الفضايح والشغل ده مش بتاعنا بس انا بتكلم على المواقف المواقف اللي ممكن تشدك في الدنيا وتحس نكون قفت عندها عملت طب ايه ده هو ده بيحصل طب ولو حصل هو كان رد فعلي الناس ايه والناس الغلابة مثلا او حتى لو واحد وحصل موقف كده مع ابنه او بنته هو ياخد حقه ازاي فطبعا يفرق معنا لو حد من متابعينا لو نيجي نحلي مشكلة بين طرفين ماينفعش نسمع من طرف واحد بس لازم نسمع من الطرفين ودي رسالة لكل اب وكل ام لما نجي لك ابنك او بنتك لو عاست ربي صحي كمانا متخنقين مع زوجة او زوجين لازم تسمع للطرفين لانك ممكن تسمع من وجهة مظهر واحدة بس ولو شكوى من مدرسة يا دكتور علي ولو شكوى كمان من مدرسة يعني وجي ابنك وبيحكي لك عن حاجة موقف لأ انا اسمع كمان الطرف تاني ولا يحمل ولا يحملني بس هو اللي أعرف بس هو اللي أعرفك اللي بيحصل لو اللي كان أخذ حصل معنا أنا بالليه ابني وازاي وبتاع معلومة بني تيجي روح احنا عيداللي بقى عايزة وصله بقى طب بسمع الطرف التاني تسمع الطرف التاني تلاقي الصورة مختلفة نهدي بقى نهدي نفسنا وما ناخدش الموضوع بقى فورا ونبتدي الموضوع يحمق كده جوانا ونروح نعمل خناءات من غير ما أنا عارف إيه الحادثة ممكن ابنك الغلطان ممكن يبقى فيه حاجة تانية ممكن اتنين واحد على فكرة مش لازم يبقى فيه حد ما يبقاش في الغلط مين الغلطان فأنا لازم أحسبه لا إحنا ندوا الأطفال في الأول في آخر وبنهدي الدنيا عشان الدنيا تمشي صح ما يبقاش كل واحد بيرمي الغلط على الآخر في حياتنا عموما لما تتدخل في حل مشكلة لما تتدخل في حل مشكلة ألف بي فيها أنك تسمع للطرفين رقم واحد لازم تشغل عقلك بلاش قلبك في الحل علشان ما جيش في طرف على طرف ولو مناسبة أنا بعمل حاجة تالتة لما يبقى فيه مشكلة بين طرفين وأنا بتدخل فيها بأخذ كل طرف على جم وطلعنا هو غلطان كل طرف على جم على فكرة ده حل على فكرة من الحلول اللي بحسها نفسيا مريحة لما بيهدى البناء آدم دايما في الموقف الوحشة اللي بتقابله أو يبقى مجدود وعصابه طبعا معروف أن الغضب ده فعزوا العصبية فلما أنا بقى مجدود وإنت تهديني لأ أنت ممكن تبتصي غطة بالأول بعد كده بتيدي أفتح دماغي ليك وعقلي فبتيدي أتكلم وأتحاول وده المهم بص علمونا في الشركات اللي أنا شركات دولة اللي كنت تشغال فيها للشركة الأمريكية حاجة اسمها هي يزبط هي يزبط يعني أنا بص حراك أنا متفق في النتر بتقوله ولكن أنا مختلف معك واحدين تلاتة أربعة لما أقولي كيس في الأول أنا جبتك معي معينه قال بس دي بيرجعك تاني بردو ده بردو في حل المشاكل في حل المشاكل دي بردو لما حد يجي حتى تقوله أبوستر مطفق معك ولكن طبعا أنا لو كنت عملت واحدين تلاتة أربعة ما تصدش حد جميلة ما تصدش حد جميلة وفي اسمها حوار أنا بفتح حوار ما بقاش مقتنع إن أنا ما بجدلش ما بقعدش جادل مش الجدل أنا بفتح حوار شيك أنا أتقبل نفسي وأتقبل أراء الآخرين والحب بقى لا يفسد لدي قليل الرأي يعني الموضوع التاني بقى حليك كنت قلت فيه موضوعين الموضوع التاني بقى برضو بمئنا نكلم على الأطفال يعني مهاردة ففي حتة كده أو الشباب عموما فيه شاب في السنوية العامة طبعا أنت عارفين المدارس الأمريكان بيبقى معظمها دروس السات والحاجات دي صعبة شوية على ولي الأمور لا 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 سنوحنا بس ايه بقى مش فاهم أنا هقول لك فيه ناس أمتكلم على السات متحانات السات في الأمريكان تبقى كل شوية كل يوم يعني يوم آه يوم لأ بيروح ياخدوها هم معروف النظام الأمريكان أنا شغالين إزاي تمام فواحد من الشباب ده في السنوية العام يعني في سنوية يعتبر تانية أو تالتة بياخد فلوس من بابا يوم ويوم عشان موضوع فلوس السات تمام فبياخد مبلغ قدر معروف طبعا مبلغ مدون ذكرية طبعا مبلغ تمام بياخدها بس بياخدها مرة يروح ركزوا معي والمرة التانية بيصرفها على البلايستيشن بمعنى بيدحك على بابا ومامت تمام الولد ده أنا بس بوقفكم معايا كده في حتة حلوة لأن الولد ده وهو راح يلعب البلايستيشن في مرة من المرات ده الكلام ده هو اللي بحكيه آه جاي يدخل فلمح بابا جاي على البلايستيشن لمح بابا جاي على البلايستيشن تتحك ليه شكل حصل معك الحال لا 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 حاجة شبيهة يعني حاجة شبيهة حصل زمان المهم لمح بابا دخل على البلايستيشن فالولد استخبه ماشي لحتى ما بابا يشوف هو جاي ليه أو كلام ده عشان ما يشوفه شون هو برا الدرس بتاعه أنا بقعته الدحكة بتاعتي برا الدرس بتاعه المهم بعد ما خلص بابا بلاقيه وقف مع صاحب البلايستيشن شوية وسأله على حاجة وبعده نمشي فالولد بعد ما خلص بابا ماشي رح لصاحب البلايستيشن وقال له هو كان هو ما يعافش طبعا بابا بيقول له الرجل ده كان واقف معك عايز إيه فقال له ده كان بيدور على شغل معين بابا بيشتغل شغل أنا كويسة بيدور على شغل بعد آخر النهار وقفوا عندي دي كويس قوي بيدور على شغل آخر النهار لأنه بيقول له أنا ابن بياخد دروس ومش عايز أحسسه بنقص ويجي يقول لي أنا عايز فلوس الدرس الولد قاعد حال نفسي صعبة جدا بعدها وحقه إذا كان أنا نفسي أنت أسرت صراحة يعني وانا بتكلم دلوقتي آآ عصابي شدت هقولك بقى رأيه ويبقى مفاجأة بالنسبالك إيه بقى الرأيه مفاجأة بالنسبالك أنا أحمل القب ما حدث ليه كان فيه مثل زمان بتقال في العمية إن كبر ابنك خوي طب إيه هو إيه المشكلة إنه يقعد مع ابنه ويقول له أنا واحد يتنين حامل واحد وحاشتغل شوانا يتني إيه المشكلة يعني لا هو على فكرة ما بيداريش هو مش مشكلة الأب إنه بيداري هو مش عايز في يوم الأيام ابني يقول له أنا عايز فلوس بيقول له معيش لا أنا عايز فلوس فعلا يقول له الظروف المادية واحد اتنين تلاتة اربع دي رقم واحد هو عايز ابنه أحسن واحد رقم اتنين رقم اتنين إحنا كلنا ابنه أعزين عيالنا أحسن ناس في الدنيا ركز بس بحطة إن دا مستقبل وسنوية عامة وإن إحنا الفريق معانا ايه هو العلاقة إنه هو يبقى دا بالمناسبة هو لما يحطه معاه في المسؤولية هيخلي كويس صح أنا معاك في حطة أنا معاك إنه هو لازم يتحط أي طقل حتى لو هو صغير يتحط المسؤولية أنا بحمل الأب اللي حصل تخلي بقى رقم اتنين بص زمان والواحد صغير كان أكتر يوم الواحد بيذاكر فيه اليوم اللي يبقى فيه ماتش كورة طيب ما يحصل ديل أو اتفاق جنتلمان ما بين الأب وصحبه اللي هو ابنه خلي بالك أنا أعلم كلمة اللي بقولها كويس قوي صحبه اللي هو ابنه يقوله طيب ما تيجي أنت تلعب بلاي ستيشن مرة أو مرة اتنين في الأسبوع بستمعامل اللي عليك هتلاقي الولد هو بيذاكر كويس عشان مكافأة عشان مكافأة وحلو بقى نكفتحت كمان صورة المكافأات خصوصا في المعاملات وخصوصا مع الشباب أو الأطفال الصغيرة لأن على حسب المكافأة لو أنت بتحاسب أو بتكافئ الطفل أو الشاب بفلوس هيطلع مد شوي لو بتكافئ وبحاجة هيطلع خد بالك كنت بتكافئ كافئ بحاجة حلوة تربي عنده مد في أن أنا بحس بتعمه حلوته بعد ما خلص حاجة هي برضو مهمة أنت ما تعملاش عشان تاخد المكافأة فقط أنت بتعمل عشان لازم يبقى عارف أن في الأول في الآخر بحاجة كده كده هتعديها وليك مش لي بصي هو الأطفال لحد عددية هو الفلوس بالنسبة لهم ولا حاجة ولا خلي بالك أنت تفتكر كده أه هو الطفل هو مثلا في مرحلة الأطفال في كيجي في كيجي تو دي أيها الفلوس برضو بيخده ليه عشان نجيب بها حاجة حلوة دي غايته يعني إذن الفلوس بالنسبة له مش هي الغاية لا هو الفلوس دي وسيلة أي وسيلة لما تيجي تكافئ طفلك تكافئ بحاجة هو حبيبها مش أنت حبيبها يعني دائما لما تجيب شوف أنا قلتلك ماتشكور أنا كنت حبيب ماتشكور يبقى المكافئة بالنسبة لي إيه لما هزاكر كويس هيجي ماتشكور أتفرج عليه هيدي المكافئة إنما تخلي بقى شو أنت بتحبها بالنسبة تخلي بقى أعطي ذلك الحاجة لو أنا مثلا محبش المسلسلات وجيب بقى يقول لي بص انت زاكر وردك وحش تتفرج على المسلسل طبعا دي مش مكافئة المسلسل إيه لي مش مكافئة هلو بقى كهو بيعتبرها وسيلة ترفعية أو هسيبك شوية على التيفيجن لأ طب ديني الحاجة الحلوة بقى هنفيل في التيفيجن فدائما لما نيجي نعمل الريورد أو مكافئة لولادنا عن حاجة كويسة هما بيعملوها نعملوهم الحاجة اللي هم بيحبوها مش اللي احنا حبنا وبرضو رجعنا بنلف نفس الدايرة احنا في الأول وفي الآخر عشان نوصل ازاي أحب واشوف بيحب إيه برضو لغة الحوار لازم بقى فيه حوار مفتوح صحاب لازم بقى فيه حوار مفتوح أنا أكتر حاجة بقول لأ إيه ابني أو بنتي إحنا صحاب بقى صحاب يعني أولك الحاجة حوار حصل بيلي ببينت نعملونا بص احنا بقى لنا يومين تلاتة وعندناش وعدينا صحاب يعني صحبك في البيت أو زحبيتك يعني صحاب طيب إحنا عشان برضو نلحق برنامجنا لأ بس أنا عايز أقول لأ قبل نلحق برنامجنا بقى أنا أخذ منك الميكروفون البرنامج على المصطبة إحنا قلنا هو برنامج الناس بتقعد تتكلم فيه في أي مواضيع تمام أين كانت هي أيه المواضيع يعني أنت ممكن تروح في المصطبة تلاقيهم مثلا بيتكلموا علامات شكورة بيتكلموا عن عن مثلا مشكلة حصلت عندهم في العيلة أو بالمناسبة يتكلموا في حاجة تخص السياسة يقول لأ ده شفت مش عارف التركية عملت في سوريا أي حاجة صح أي حاجة هتعدى عليك هتتكلم عشان كده على المصطبة هي بأي حاجة بتتم فيها صح عشان كده احنا عنوان حلقاتنا النهاردة هو برنامج سياسي اجتماعي صح يا كلا هو احنا مش نعتبرها برضو كده لأن أنا هدخل فيها قصة برضو اجتماعية أكتر خلاص اجتماعية سياسية سياسية ولا تزعلي اجتماعية سياسية فاحنا نقابل ضفنا اللي جاي ونخليها مفاجأة لجمهورنا واعزائنا ومتابعينا في كل مكان تعالوا الاول نطلع الفاصل في السريع نرجع مع ضفنا كمان شوية عشرب هالي ينسون في الفاصل